بداياته كانت ممتاز جدا وكان كل الإعلام يقول برشونا سيشتغل اللاعب برشونا مينا يتحرك من شأن أتلتكم أريد ووفر ميزاني لإشتري اللاعب إلى لاعب الآن غير مرغوف من تشافي وحتى من زملائه تقريبا بالفريق وحتى بعض مشجيعين برشونا بسبب تراجع مستوى وشفنا الفترة الأخيرة تشافي فضل فيران توريس ربما فيران توريس وبشوفه بالملعب ما نحسن جواو فيليكس كأمكانيات ولكن مشكلة جواو فيليكس اللي لناها عدة مرات هي عقلية اللاعب اللاعب لو إلو المراء ومزاجه يلعب هيقدم لك مستويات ربما ما شهدتها من العصر الحديث أبدا بعد ميسي وكريستيانا رونالدو وبيمشي وبيراوغ وبيصدد وبيصنع وبيسجل وبيحتفل بالطريقة اللي بدوا إياها ولكن إذا ما له مزاج لاعب سيء جدا لا بدافع لا بيرقود ولا حتى بيحاول للطابي على العكس فيران توريس ربما أمكانياته أقل ولكن فيران توريس دائما بيطل حاله على الطابي دائما بيحاول للتسجيل على الرغم أنه تلتفر بعض الفرص ما بتيجي معه بس لاعب بيقاتل لاعب بيلعب بالروح بيلعب بالغرين تبتعه من أجل شعار برشلونة وهذا الشيء اللي خلى فيران توريس بالفترة الأخيرة فوق على جواو فيليكس جواو فيليكس برجعه بكرر كإمكانيات وكجودي أعلى من فيران توريس ولكن كعقلية فيران توريس كسب المعركي أكتر دعونا نفهم حقا وفهم جواو فيليكس